يحارب في اكثر من معركة في معركة التعديلات القضائية بالداخل في معركة المواجهات مع الفلسطينيين كذلك بالداخل لربما في علاقات ملف العلاقات مع واشنطن كذلك هناك معركة حاليا مع نتنياهو حتى فيما يتعلق بعمل المقاومة بالمناسبة لربما هي المرة الاولى التي توجه فيها صواريخ من فصائل المقاومة على اسرائيل من ثلاث جبهات في نفس الوقت او بالتزامن يعني من لبنان من غزة ومن سوريا هل يحارب يا دكتور طارق نتنياهو هذه المعركة وحيدا انا في تأديري مع التقدير لكل الاراء والتصورات ان نتنياهو ليس رجلا ضعيفا بدليل انه حتى الان موجود في الساحة السياسية الاسرائيلية التي خلت من قيادات نغبوية كبيرة وجنرالات عظام في تاريخ الدولة يستطيعوا ان يتصدروا المشهد فنتنياهو او التقليل من ممكانياته وقدراته غير صحيح الرجل قوي ومتماسك ومستمر حتى الان بصرف النظر عن التأثيرات التي يتعامل بها والمناخ الذي يتعامل به في هذا التوقيت وتجربة زحزحة ازمة التعديلات الاصلاح القضائي دليلا على هذا وموضوع الاحتجاجات يجب ان تفهم في سياقها ان بالفعل نتنياهو شخصية قوية واعتقد انه دخل وخرج معارج كثيرة داخل الليكود وكانت هناك محاولات للاطاحة به في مراحل معينة ونجر رجل بعجوبة واستمر بصورة او باخرى انت تعلم الانتخابات الداخلية في التكتل كانت بصورة او باخرى هدفه في مراحل معاناة كانت زحزحة والرجل استمر بهذه الصورة والتالي التقليل من شخص او نسق العقيد الفكري ليه نتنياهو بالتأكيد انه يواجه ازمات كثيرة وانه واحد او غير ذلك هذا غير صحيح رجل صمت امام ويجب ان نعترف بهذا واقعيا في التحليل الموضوعي ان الرجل صمت حتى هذه اللحظة واقرب اختبار له سيكون بعد الاعياد بعد بدء دورة الكنيسة الجديدة وبالتالي نعرف كيف سيتعامل لكن للأسف هناك مفارقة غريبة في تاريخ اسرائيل وهي واقعها الراهن هناك امام حكومتين حكومة يمثلها نتنياهو وباقي وزراء وحكومة للمستوطنين الذين يتصدرون المشهد الذين تصدرون المشهد في كل ما تشاهده الان مجموعة هواء ليسوا سياسيين بالمعنى العام صحيح انهم لهم تاريخهم لكن تاريخهم في النطاقات المعينة انت تتعامل مع مستوطنين ممثلين للمستوطنين وليسوا وزراء مسؤولين هذه الحكومة المستوطنين هي التي تقترح وهي التي تدعو الاقتحام الأقصى وهي التي تباشر أعمال السيطان وهي التي تتعامل بمنطئ لا مسؤولية وحكومة أخرى موازية هي الحكومة التي يدرها نتنياهو ويتعامل بها بصورة أو بأخرى خلافات الدولة العميقة في اسرائيل احدثك فيها ولا حرك بمعنى ان الدولة كلها حتى القضاء القضاء حتى الآن لم يدن نتنياهو سنوات طويلة من الإدانات والاتهامات ولم يتم إدانته حتى الآن يعني شبيه بالنموذج الأمريكي في مراحل معينة وبالتالي الحديث عن استمرار محاكمته أو غير ذلك الرجل يتعامل بمنطئ أنه الأقوى في إسرائيل وبالتالي قصة أنه ملك إسرائيل والرواية التي تسرد في جزء منها من الصحة وبالتالي أنا في تأديري هو يواجه بأزمة حقيقية متعلقة بأن الدولة في حالة عدم استقرار ليس نتنياهو ولا الحكومة الدولة بأكملها الآن في حالة من عدم السقة في كثير من الأمور أولا مش مؤسسات دولة عميقة أنت لديك أجهزة معلومات فيها صراع كبير خلال الأشهر الأخيرة حتى قبل تشكيل الحكومة صراعات على الصلاحيات ما بين استغبارات العسكرية أمان والموساد هناك صراعات داخلية ترأت على الذين يريدون بناء حرس قومي وتمريد الكنيسة لحرس قومي أمام جهاز الأمن الداخلي في تفاصيل كثيرة مزعجة يعلمها الجميع متعلقة بتنازع الصلاحيات والمهام وغيرها كل هذه الأمور تفسل لحضرتك لماذا إسرائيل في حالة من عدم الاستقرار جزء منه حالة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية وهو مستمرة كما ذكرته أستاذ محمد منذ أسابيع طويلة لكن الأمر الآن هو مرتبط بكيف ستدير الدولة أزمتها يعني ما جرى خلال الآيام الأخيرة والساعات الأخيرة مرتبط بسراع الجبهات في النهاية إسرائيل تريد أن تجتمع كل ما جرى على الجبهات يخدم الوضع في إسرائيل يخدم الوضع في إسرائيل بمعنى أن إسرائيل تلتف حول نفسها لمواجهة التحديات والمخاطر على الجبهات الإقليمية المجاورة سواء من قطاع جزة أو من سوريا أو لبنان ترجمة نانسي قنقر